بسم الله الرحمن الرحيم وبعد تجارب تطوعية خذناها في مدينة الحامة من أجل أهلنا ومن أجل مصلحة الحامة ارتأينا أن نكون في موقع المسئولية اليوم المسئولية التي تخول لنا الدفع بمدينتنا نحو الأفضل في حدود الصلاحيات طبعا نقاس الحامة الكل يعلمها وإن أبلغ إجابة جاءت على لسان صديق لي قال لي الحامة نقصتها حامة جدا لذلك سنسعى وبكل جهدنا وبنية صادقة وعزيمة من فلاذ لتحقيق مطالب الحامة والعمل على حالة كل الملفات التي بقيت في أدراج المكاتب أهلنا بالحامة والحامة الغربية أنا معكم وبكم سنغير الصورة سنغير صورة الواقع بإذن الله بالعزيمة واللحمة والوحدة سنحقق ما نريد إنما يجمعنا في الحامة أكثر مما يفرقنا وخير مثال على ذلك هبت لال الفسو جيبس التي ذابت فيها كل الانتماءات الحزبية من أجل مصلحة الحامة إذا كان بيش ندخلون عديدون قائص الحامة يلزمنا ثلاثين ساعة ولا بيش نعرفوا في الحامة الحامة ما هيش في حاجة لنا بيش نعرفوها تاريخها عرفها وأبطالها عرفوها سابقا لذلك سنكون استرسال لذلك التاريخ الناصع ونحقق ما تصب إليه مدينة الحامة وما يطلبونها أهليها وسنكون لكم سندا دائما وسنفتح مكتب سيبقى مفتوح طولة الفترة النيابية إذا نالني شرف تمثيلكم في البرلمان أهلينا في الحامة والحامة الغربية أنتم اليوم أمام فرصة لتغيير الواقع فبكم ومعكم سنغيروا صورة الواقع الذين عيشه كونوا في الموعد كنتم دائما أبطال في كل الملاحم الوطنية وسنواصلوا بإذن الله المسيرة التاريخية لهذه المدينة المناظلة صوتوا لأنفسكم في اللحظة الفاصلة صوتوا لمرشحكم أحمد بالهادي الساحلي عن الدائرة الانتخابية الحامة والحامة الغربية بسم الله الرحمن الرحيم أهلي وناسي في ربوع الحامة والحامة الغربية بتاريخها العريق وحرائرها ورجالها هذا أنا ابنكم وأخوكم وصديقكم فوزي بن فرج دعاس وبعد استشارتكم والجلوس إليكم ومناقشة أولوية دائرتنا الانتخابية قررت حملة أمانة تمثيلكم في المجلس التشريعي مؤسسين بذلك صحبة شعبنا التونسي مستقبل أبنائنا ووطننا بناء على نقاشاتنا وأفكارنا المشتركة بش نحرصوا مبعضنا أنه ثروة جهتنا المائية تكفي ديارنا وغيبنا بنخلها وزيتونها وغراساتها الورقية وتمشي بالتالي لمستحقيها ونحصن توظيفها لمزيد دفع السياحة الاستشفائية والبيئية والإعادة أحياء وحاتنا لما تشكله من أهمية في القطاع الفلاحي وهنا بش ندفع مع بعضنا لتسوية ملف الأراضي الاشتراكية في أقرب وقت لأنه سيساهم بشكل كبير في مزيد نمو قطاعنا الفلاحي وطمئنت أهلينا ونستعين به في مبادرات وخياننا لعندهم نية بعض شركات أهلية هذه الشركات لتنجم تكون خيار لمزيد دفع قطاعنا الصناعي بالجهة خاصة أننا بش نخدموه على إعادة تشغيل معامل اليجور لتسكرت عبر فطح ملف كل معمل على حدا أهلي وناسي لابد من إعادة الاعتبار للمجال الصناعي بالجهة وهني جي أهمية تفعيل المنطقة الصناعية واستكمال نواقسها ومزيد التشجيع على الاستثمار فيها أهلينا بالحامة والحامة الغربية حل مشكل مستشفى الحامة أولوية لذا بش ندفعوه معا لتشغيل قسمي الأطفال والجراحة وهني بش نحمل الدولة مسؤوليتها في توفير الأطقم الطبية اللازمة وكذلك نستعين بكفاءاتنا من أولاد الجهة بش يحطوا إيديهم معنا شبابنا في الحامة كذلك ما عندوش متنفس للترفيه ومزاورة الفعل الثقافي المتنوع لذا نعملوا مع بعضنا أنه خيالنا الشباب هما ليستثمروا ويفتحوا فضاءات ثقافية للفنون المختلفة ونحرصوا أن الدولة تشاركهم في ذلك وتوفر لهم كل التسهيلات الممكنة من تجهيزات وحل الإشكاليات العقارية التي تنجمت جابههم وخاصة الدفع في تبكيننا من مسرح للهواء الطلق ومتحفا للحركة الوطنية نظرا لما تختزله جهتنا من تاريخ نظالي زاخر سأشتغل على ذلك حتى تكون أصواتكم مسموعة ليعود للحامة موقعها ودورها التاريخي ويعود لها ألقها دعمكم قوة لتدفعني لخوذ هذه التجربة ترجمة نانسي قنقر